من العناوين ليه يعني تقعونا في فخ شيطانة الثورة يعني وأيضا في مجموعة من الأخطاء حنتكلم عنها وأيضا حواجد أستاذ أحمد تنطور به الأخطاء في المقابل بحيث نحن نحاول الاستفادة من عملية إعادة التقييم وطبعا فيه ثوابت في موضوع 25 نناير وده طبعا ثواب تتفق عليها للجميع أن هذه الثورة كانت امتداد لستراتيجية الفوضى الخلاقة التي بدأتها كونت ليزا رايز في سنة 2006 بالهجوم الإسرائيلي على لبنان وأعتقد إحنا بعد كده لما فشلت هذه الاستراتيجية ابتدت المخابرات الأمريكية تبحث عن وسيلة أخرى لتخريب المجتمعات من الداخل وابتدى تنتقي بعض الأفراد وتبتدت تدربهم برا وقدتهم وسائل اتصال ورجع بيها وابتدوا يبقى فيه تواصل بينهم وابتدى هذا الموضوع يبقى فيه ركيزة أساسية لانطلاق هذه المجمعات النهاردة إلى الشارع وبالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني لا يختلف أحد على هذا الموضوع شكلا وموضوعا وده أساسي وسابط بالشكل لكن ما بتبصلهاش يا ساتلوة لأن فيه نظام قعد 30 عاما أصيب بالشيخوخة فيه شباب عندهم مطالب عادلة فيه فئات اجتماعية مطحونة معيشيا واقتصاديا واجتماعيا كانت هي العماد الأساسي للثورة كل ده كان موجود في الأساس لكن المحتوى العام للمخابرات الأمريكية التي بدأت الثورة الفوضى الخلاقة كانت بتبتدي تحرك هذه الأمور لهز المجتمعات أنظمة الحكم وصولا انضغط على هذه الأنظمة لإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية ووصولا الناس الديموقراطية ده الهدف الأساس يبقى هذا النموذج النهاردة يبقى قابل للتطبيق في أي مكان وأي زمان وأعتقد النهاردة بالذات الشرق الأوسط باعتباره يعني مناخ مناسب لمثل هذه الثورة الخلاقة وموضوع أنه يلاقي مناخ مناسب أنه يبقى فيه نتائج محسوسة وأساسية لتطبيق أو لتحقيق هذا الموضوع كل ده أعوز أقوله في النهاية أن كل هذه الإجراءات كانت لصالح الكيان الصيوني بالدرجة الأولى وإحنا طبعا كان لابد أن نضع في اعتبارنا أن المخابرات الأمريكية التي تضع استراتيجية الأمن القومي لأن الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في العالم كله هي التي دبرت هذا الموضوع وابتدت تحط النظام النهاردة كان أحسن نظام أنها تبتدت تشتغل على المجتمعات من الداخل وليس من الخارج طيب أستاذ أحمد طنطو عشان نبقى وإحنا بنعمل إعادة التقييم حسألك السؤال بشكل مضاد يعني هنا فيه شيطانة للثورة والتعامل معها لأن صنعتها المخابرات الأمريكية وثورات الربيع العربي ويقول المحصلة النهائية أن إسرائيل تستفيد من الوضع الحال الآن في المقابل حتلاقي يمكن أن البعض يتهم أنصار الثورة أيضا بتقدسها وأنهم حتى لا يستمعون إلى أي وجهات نظر متعلقة حتى بتحليل ما حدث هل بتعتقد هذا الكلام؟ الكلام ده ربما يتمنى أكيد بتسمعه من جزء موجود في المجتمع المصري يعني هو ليس رأيي فقط لكن ده موجود في المجتمع المصري شايف أنه ده الهدف منه هو تشويه الثورة ومحاولة وصفها بأنها مؤامرة؟ لا الحقيقة والهدف منه هو الإساءة للشعب المصري ذاته أنا أولا عايز أشكر حضرتك على الطرح اللي يفترض أنه يحول هذا الحوار إلى نقاش بشأن المستقبل وده نقاش مطلوب ومهم لأمة عايزة يعني تحدد طريقها وليس يعني سجال بشأن يعني أحداث في الماضي لا أولا عايزة أتكلم في المعشان كده هو حتى لوحك عن المستقبل أنه إسرائيل مستفيدة من الوضع الحالي يعني ببصص للمستقبل خلينا نحط شوية أسس للأمر ده أولا وصف ما جرى باعتبار أنه هو مؤامرة وأنه المحرك الأساسي لها هو المخابرات الأمريكية ده ينطوي ضمنيا على حكتين الأولى أنه وكأن هذا الشعب تآمر على نفسه بدعم من قوات المسلحة لأنه لا ينكر أي منصف أن يوم 11 فبراير 2011 كان هناك ما يشبه الإجماع الوطني الذي لم يتحقق في لحظة ممثلة من التاريخ المصري الحديث لم يكن هناك حدث حاز على هذا الإجماع الشعبي وحالة الفرحة العارمة كما كان الحال لحظة إلقاء بيان التنح أنا أتكلم عن اللحظة دي وليس ما بعدها لأنه ما بعدها لا يمكن تحميله 25 يناير نفسها عقلا ومنطقا لأنها ببساطة شديدة لم تحكم لم تحكم منذ 25 يناير وحتى الآن دي الاستنتاج الأول التاني أنه ده ضد الاستراتيجية الأمريكية تجاه مصر منذ السبعينيات وحتى الآن واللي هي باختصار شديد تم التعبير عنها بأنه مصر لا يجب أن تعوم أو تغرق ده كلام هنا ريكيسينجر وده المتفق عليه تقريبا في الاستراتيجية الأمريكية لأنه هم في تقديرهم أنه مصر دي كبيرة جدا فلو تركت أنها تعوم هتعود لدورها الطبيعي والمنطقي في القيادة والريادة وده ضد مصالح أمريكا في المنطقة وأيضا لو تركت لطغرق هتخلف فوضى عارمة أعتقد أنها تتضرر منها المصالح الأمريكية ومنها ربيبتها اللي هي الكيان الصهيوني وأيضا على الأقل إمدادات النفط اللي بتعتمد عليها بشكل شبه كامل من ممر هو موجود في قلب مصر دول أساسين في التحليل المنطقي خلينا نقول هل الشعب المصري كان قاعد كده في يوم لقى نفسه يعني ما عندهش ماتش كرة مهم يتفرج عليه ولا ما عندهش صهرة كويسة في التلفزيون فقال يلا يا جدع بينا نعمل صورة يعني كانت الناس عايشة حياة اقتصاديا رغدة وكانت يعني عندها أمل في مستقبل أفضل بما يعني أن 25 يناير كانت نتيجة اضطر إليها الشعب المصري الذي كان يدرك كشعب عريق أنه مش طالع نزهة ولا في فسحة بالعكس على الأقل طيلة عشر سنوات من سلسون عام قضاها الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحكم كان هناك مطالب تتزايد يوما بعد يوم بشأن التغيير حصل في 2000 وفي 2005 انتخابات برلمانية كانت بتشير لأن احنا حنمشي في طريق التغيير الشعب استحسن ده وإقباله وصقطه في التغيير بهذه الألية تزايد جاءت انتخابات رئاسية رغم أن هي كانت يمكن وصفها بالهزلية لكن برضو الناس قالت ان ده ألية طالما فيه صيانة لإمكانية ان احنا نغير بهذه الأسلوب بهذا الأسلوب يبقى احنا نشارك فيه إلى أن جاء حدثين مهمين تعديلات دستورية فصلت على مقاص الابن كواريس وانتخابات برلمانية يعني قمة العبس وبعدين الناس لما اعترضت عليها فالرئيس في الوقت ده قال خليهم يتسلوا ده كان محصلته ايه محصلته النهائية أنه احنا كنا أمام شعب إذا قابل وجود الرئيس الأسبق لفترة بحكم السن لم تكن لتطول أكثر من ذلك وجد نفسه أمام وريس سوف يكمل معهم ربما 30 عام أخرى ده في إهانة لهذا الشعب الشعب ما قبلهاش كون بقى فيه مواطن من حقه أنه يصف ما جرى في 25 يناير بأنه مؤامرة في 30 يونيو أنه انقلاب دائه دا حق للمواطن لا يجوز لمن هو في موقع المسؤولية باختصار شديد لأنه من يتقدم لتحمل المسؤولية في هذا الوطن يبدأ عمله بقسم أن يحترم الدستور والقانون هذا الدستور الذي لم يأتي على ذكر 25 يناير إلا في موضعين سنين ذكرها متلازمة لـ 30 يونيو واعتبرهما صورة واحدة اسمها صورة 25 يناير 30 يونيو أنا ما بقيتش نائب غير لما أقسمت على احترام هذا الدستور رئيس الجمهورية لم يصبح رئيس إلا عندما أقسم على احترامه أعضاء الحكومة كذلك ومن سما ما يحق للمواطن أو للمحلل السياسي ليس بالضرورة أه بس أنا لو عندي نائب مش مؤمن بطور الخبر إذا كان يحترم نفسه